بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين نواصل اليوم في شابتر 2 نشوف اللكتشر 4 نشوفي الجورال ميتريكس كيف تصنع الجورال ميتريكس السم المجموع ترانسبوز و دياجونال أولا نحن نشوف الجورال ميتريكس ما هي الجورال ميتريكس الجورال ميتريكس يقول لك إن ذات كل الصفوف والعميدة والمين دياجونال القطر أن مجموعهم عندهم نفس المجموع أن مجموعهم هو عدد واحد ذابت مثلا هنا 34 إذن كل الصفوف الموجودة عندي و كل الأعميدة الموجودة عندي كلها عندها نفس المجموع طب أودنا نثبت أن هذا الكلام كلام صحيح إذن لازم نستخدم الماتلاب لكي نفعل هذا الكلام أولا لازم ندخل الميتريكس سنسميها M طبعا كيف ندخلها ندخل الصف الأول كل رقم نفصل عنه بالثاني ب سبيس وبعد ما نخلص الصف نحط سمي كولون نعمل هذا نفسها لكل الصفوف حتى نصل لآخر صف وبعدين نحطهم ب إيش ب سكوار براكت زي ما شفنا في المحاضرات الماضين إذن هلا دخلنا هذه الماتريكس وصار ممكن نستخدمها أولا بدنا نثبت أنه كل الأعمدة مجموعة صفر مباسرة نستخدم الفنكشن اللي هي السم السم سيعطيني 34 إيش معنا هذا الكلام؟ معناها هذا العمود كلهم مجموعهم 34 وتكررت فيهم كله إذا كما نثبت أن كل الأعمدة مجموعة 34 طيب كيف كيف Нتمكن لعملها بالنسبة لnga كيف نثبت أنه مجموعه كمان يساوي 34 نفس المجموع أولا نطلع الدياغونال لهذا باستخدام فانكشن دياغ أم الميتركس أم اللي هي مشهودة عندي هنا نطلعه حياطيني 16 10 7 1 16 10 7 1 ناخذ المجموع تبعه مجموع تبعه حياطيني 34 لاحظ هي نفسها اللي جاتنا هنا إذن أثبتنا أنه كل العميدة ودائمين دياغونال لأنه مجموعها 34 هل بدنا نشوف الصفوف لكن نحن زي ما قلنا لو استخدمت الصم لو استخدمت الصم بالنسبة للأم سيعطيني إيش مجموعة أعمدة إذن لازم أولا أقلب الأعمدة الصفوف اللي عندي هنا لازم أخليها أعمدة إذن استخدم إيش أبوستوراف اللي هنا اللي هي ترانسبوز ينقل إيش تيرن رو انتو كولومز والعكس يعني يقلب الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف إذن هذا الصف لاحظ هذا إيش هو أربعة خمسة أربعة عطاش واحد اللي هي أربعة خمسة أربعة عطاش واحد إذن قلب لي كل الصفوف أعمدة وبعدين استخدم له وسميت الميتريكس الجديدة هاي سميتها MT واخدت المجموع تابعها إيش أربعة وتلاثين أربعة ثلاثين أربعة اربعة ثلاثين لماذا اعطاها علي على شكل عمود لأنني استخدمت له في النهاية هنا اللي هوا ترانسبوز إذن بهذا الشكل نكون اثبتنا أنه هذه الميتريكس مجموع كل الصفوفة كل أعمدتها والمين دياغونال أنه يساوي نفس العدد وهو 34 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته